نشرت الأعلمية اللبنانية كارلا حدات صورة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي بيانت فيها مع زوجة واقل أسيس وفاجأت هالخطوة متابعينها لأنه كارلا كانت مقررة أنه ما تنشر صور مع زوجة وظهرت كارلا بالصورة هي وعم تتعشى مع جوزة بأجواء رومانسية وكانت أكدت قبل أنه زوجة ما بيحب السوشال ميديا لهيك ما بيبين كتير معها نشرت الممثل المصرية ماي عز الدين صورة نادرة إلى على حسابها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها من دون مكياج ومن دون عدسات لاسقة وتعاد هذه من المرات النادرة اللي بتنشر فيها مي صورة مثل هاي خصوصة أنه سبقه صرحت أنه كتير بتحب تظهر بعيون زرق أو خضر لأنه خلقت شقرة وعيونها ملونة وبتشوف أنه بتبين أجمل بالعدسات صدرت بنت الفنين حسام جناد والممثلة إمارات رزق حديث المتابعين خلال الساعات الماضية لما نشر حسام صورة بتجمعه ببنته هو وغمرة وقال من بعد ما أحيت الفنين اللبنانية هيفا وهبة حفل غناء التاني بمنطقة السحل الشمالة بمصر وأشعلت المسرح بباقة من أغنياتها الأديمة والجديدة اللي تفاعل مع الجمهور عم تستغل هيفا وجودها بمصر لتجهز لبعض المشاريع الفنية الدرامية كرميل ترجع من جديد بقوة على دراما بعد تقلقه بمسلسل اسويت فاتح بعد زواجه من الفاشنستا فاطمة الأنصاري كشف نجم مواقع التواصل الاجتماعي يعقوب وشهري عن التغييرات اللي صارت معه بعد الحياة الزوجية ونشر يعقوب صورة ببين فيها قبل الزواج بعضلات مفتولة وجسم منسأ ومرتب وحدة صورة بعد الزواج ومبين انه اكتسب وزن زايد وعلق على الصورة اللي بقول كيف الزواج تفضل أعلنت الأعلمية المصرية ماي حلمي مغادرة مصر بصورة نشرتها على صفحتها الخاصة جاهلت فيها أزمتها الأخيرة من بعد ما أصدرت قناة الحدث اليوم بيان بتوقيف عن العمل وتحويلها للتحقيق من بعد حلقتها مع لاعب الزمالك السابق أحمد صلاح وظهرت ماي بالصورة بالمطار متواجهة على الإمارات العربية وكتبت على الصورة تعليق اعتبروا المتابعين رد على أزمتها وقالت فيه شو؟ باي باي كانت معكم بموجز الفن ماري لورت سمعان لمعرفة كيفة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليصلكم كل جديد